لماذا ورث الأنبياء العلم ولم يورثوا المعرفة لأنني قلت في حلقة سابقة أن العلم أمور مكتسبة وأن العمل بها يقتضي المعرفة في القلب فلماذا ورث العلماء العلم ولم يورثوا المعرفة لأن العلم هو الوسيلة لحدوث المعرفة في القلب المعرفة في القلب هو الفهم الصحيح ونور الفهم فالأنبياء والرسل العلم لأنه منضبط العبارة يعتمد على نصوص وعبارات فجاءوا بالقرآن والسنة نصوص واضحة فمن خلال إعمال العقل فيها وفهمها على مقتضى الشرع الشريف والعمل بمقتضاها وإخلاص النية لله ربنا يكافئ بالإنسان بالمعرفة فالعلم تكليف والمعرفة تشريف لمن قام بالتكليف وبالتالي الأنبياء والرسل العلم الذي يؤدي بعد ذلك إلى شرف المعارف التي تتولد في القلب العارف وبالتالي نحن نميز بين العلم والمعرفة أن المعرفة وهبية وأن العلم كسبي وأن الأنبياء طلبوا منا أن نؤمن بدعوتهم أي نكتسب هذه الدعوة ونشهد لهم بصدق البلاغ ونشهد أن لا إله إلا الله وأن الأنبياء رسل الله فهذه الشهادة تكليف وفعل واكتساب من العبد وبالتالي دلونا على هذا فإذا فعلنا على مقتضى هذه الشهادتين رقان الله ووهب لنا علما زائدا من عمل بما علم أو رسع الله علم ما لم يعلم علم ما لم يعلم هنا اللي هو الحكمة فالمعارف يتتولد منها أنوار الفهم والعلم يتولد منه الحكمة يبقى العلم ثمرته الحكمة والمعرفة ثمرتها نور الفهم وبالتالي الفهم الصحيح لا يأتي إلا بالعلم الصحيح فلا سبيل لمعرفة بغير علم وعلى شكل كده إحنا بنخاف من اللي هو استقام على شرع الله بدون معرفة كافية فتكون عبادته فسدة فيتولد في قلبه بعض المعارف يجي يعبر عنها لا بيعبر عنها بكلام فيه تخريف وإذا بيحصل من كثير من الناس اللي نقول عليهم إيه ده فلن ده مجذوب كلامه غير منضبط لإيه لأنه عبد الله بجهل فإذا عبدت الله بالعلم أورثك الله نور الفهم في قلبك وحسن التعبير بالعبارة فتصبح عبارتك رائقة موافقة للعلم وغير صادمة ولكن كده النبي سأسمعه لإيه خاطب الناس على قدر عقولهم أتحبون أن يكذب الله ورسوله فالعارف لما يتولد في قلبه المعرفة والنور وإراد أن يتكلم وهو ليس له قسط من العلم تخرج منه العبارة غير منضبطة فخروج العبارة غير منضبطة من العارف يؤدي إلى الاختلاف عليه وسوء فهمه وقد يرجمه الناس حتى بالحجارة وبالتالي لابد أن تكون المعارف أثر للعلم وعلى شكلة اللي يعبد ربنا بغير علم على خطر عظيم أنا سأل الله السلام ترجمة نانسي قنقر